أهلا بكم أخواتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم إن شاء الله حبيت نشارككم بأحد العرضة اللي درتها كما عودكم أنا من دي العرضة نشارككم بكامل تفاصيل متاحة هكا تكون عندكم فكرة حبيت نشارككم بالأطباق اللي نحضرتهم هنا ديما عمبركم باللي نحضر يعني كان بعض التحضيرات نحضرها يوم من قبل مثلا لحميز على بيلكم ما يفسدش ولهذا درته يوم من قبل كما شفتوا هذك الفلفل حلو نحيط له شابوتة وشويته هو والطماطن في نفس الوقت حضرت شباح الصفراء يعني درتها بالفواكه الجافة هنا كيلتهم درت يعني كمية قليلة فقط حبة الاناناز وكمشتوا هذك العينة والمشماش وكذلك العينة بقى المجفف نفس الكيلات على الفواكه الجافة درتها كيلات تذكر وهذك الكيلات تذكر درت لها زش كيلات متع ماء حطيت نص برك تعود انتع قرفة هي في الحقيقة ما هيش قرفة عندها اسم خلاف ولكن احنا تعودنا ان نقولوا لها قرفة طبعا قصلتها جيدا من بره ومن داخل وحطيت شريحة انتع ليمون حطيت مغسو انتع سمن ولا تقدروا تديروا كذلك الزيت كما حبيته اما الفواكه هذك الجافة فكنت خسلتها جيدا خليتها على جهة في ماء دافي من جهة ثانية كنت كملت يعني شوية هذ الفلفل وطماطمه ودرت مم مع الفلفل حلوه هذك درت زج جرون صغار انتع فلفل حار بيجيني نحميص شوية حار حطيتهم هكا في الساشي باش نبادي صلالية تقشير انتحم بالنسبة لطاجين نحلو هنا الفواكه هذك فنحطها بالترتيب يعني بديت هنا بالعنب المجفف وبالاناناس لانهم ياخدوا شوية او بالاحرى الاناناس اكتر حاجة يعني تاخد شوية وقت في الطياب اما العنب المجفف لانه معناها يبقى محافظ على شكلتها وحطيته مع اللول خليتهم يغليوا هكيك حتي يطيبوا مص الطياب وهنايا رحت طبعا كين بعد تفاصيلة اللي قدر نقوله مملة فضلت اني منصورها كما كي قشرت الفلفل حلو وهنا باش نختصر علي الوقت ومنضلت يعني نقطع بالقطاعة وفضلت انه نرحي هكا حاجة خفوفي في الروبو معناها نرحي ونحبس نرحي ونحبس ومعمطن نشوف يعني الدرجة انتع تقطع لي انا حي بتحبس كم نحبوش يجي الاطراف يجيو كبار بزيف او ما متقومش شي صغار اخلاص اذا نشوفوا كيفاش رحيته هو اللول ونبعد نرحيه اطماطم كي ما قلت لكم لما قرب هدك لانه ناصر شو ماشي طاب كامل كي قرب يطيب يعني بقات فيه شوية يبوثية اهنا حطيت المشماش نزيد نخلي المشماش يزيد يقرب هكا شوية يطيب بش في الاخرة عادة رح نحط العين وشباح الزفرة العين فضلت نحطها مع الاخر يعني ما تجي الطيبة هي وشباح تكون طابت بلا ما تطلق هديك الكحولية انتحة بالنسبة للشباح يعني كانوا عندي من الول في الكونجيلاتور فقلت يعني بما انه جاءت الوكاسيون رح انطيبهم اذا هنا حطيتهم بهذا الطريقة ونخليهم هكا كا 1 ربع الساعة ونطفي عليهم يعني مش يحتيدوا بوكامل بس اصلا كي رح يبقى في المرق رح يزيد يدخل لهم هدك المرق الداخل يطيبهم ويتعسلوا بشكل جيد اذا هنا كما شدرتها لشكل لاسعبر كعني ما طيبتها لا بالحم لا مناها ببصلة ولو طيبتها في شربات وفقط هنا لما قطلقوا لما تفوت حوالي ربع الساعة ولا نضيف لها في الاخر مغرف انتع سلحر وزجو مغارف انتع ما ورد ونطفي عليها ونخليها كما قطكم التاني يوم هنا رحيت الفلفل حطيتو ومبعد شوية هكذا رحيت هديك الطماطم ضفتها لهذاك الفلفل ودرت الملح وفقط كما ديما نقولكم انا ما نحبش التوم في الاحماس واللي يحبوه يديرو يعني كل واحد يدير كي ما ايحب ومبعد نخليه طيب حتى ينشف من هديك الماء نتعو ومبعد درتو كي ما اشتو في بغط مانجي ونغلق عليه ونخليه تاني نهار لما نجي يعني نوجد طاولة عيرح مباشرة نفرغو في الصحن ندير عليه شوية نتعزيت الزيتون ونزينو كي ما حاب نزينو ونحطو اذا هذا بالنسبة للحماس يعني كنت نحيتو عالية كذلك بالنسبة للقهوة كنت حضرت زج حويج تحلو ما حبيتش نشارككم لي ديطاية نتحهم بسكوية لبنائج كنت صورتهم في فيديوهات مستقلة يعني رح نحطهم لكم في فيديوهات مستقلة كنت الحاجة اللولى السابون وجتها حطيتها في الفريجيدار والحاجة التانية اللي حضرتها هي هاد الكيكا نتعز شوكولة كنت صورت لكم بركة هكا بركة لقطات منها باش تتحمسو هنا في الاخرة يعني درت لها اخر مرحلة ولي هي انو درت لها صوص شوكولة ومبعد حتى هي حطيتها في الثلاثة تبيت عفوا ليلة كاملة معناها هاد يولثي درتها يوم من قبل يوم من قبل يعني درت عدة اشياء متلا وجدت الحماس الشباح ويعني والامور اللي رح نحطها مع القهوة ووجدت بعض التحضيرات مثلا اشرت الخودر اللي رح نضيب بها حطيتها في الماء ووجدت بعض الاواني اما يعني هادك تنظيف وكل شي فكنت وجدته يومين من قبل يعني نهار قبل هاد التحضيرات وبنسبة لهاد الكيكا كما قد لكم خليتها ليلة كاملة في الثلاثة حتى هكا تحكم روحها مليح وساعة تاني نهار كملت في نيتها على كل حال رح تشوفوها في فيديو واحده تاني نهار كنت بكرت لدي مكتود عندي عرضة يعني مبكر مطيب وممطمم يعني درت ميناج للدنيا ولكن زيد نعود هاديك المسحة الخفوفي بالنسبة للماني كان كوسكسي على الطريقة تونسية يعني هي قريبة للطريقة الجزائرية تانا ولكن فيها بعض هكا الاختلاف اهنا كنت يعني دايجا شركتوا معكم تقدروا تشوفوه كتبوك كوسكس تونسي سارسكي راح يعني يخرج لكم وطيبته تونسية يعني مشي انا فهنا حطيت كاس انتها زيت زيتون وهو يحبل بصلفة رحيت زوج بصلت هكا كبار ملاح ودرت بش يجي يحمر هكا بيان ثلاث مغارفة كبار مع مرين انتها طمطم وصبارة ودرت اطراف اللحم وكذلك انا مع اللحم نحب نحط اطراف متع دجاج لانه يزيد يعني مد هاديك البنة في الكوسكسي وحطيت يعني الفلفل حار كذلك فيما بعد حطيت الحمص وبالنسبة لتوابل حطيت ملح الفلفل كحال وكركم يعني هادي التوابل فقط اللي حطيته وحطيته علي جهيه يتقلى جيدا الطبق الثاني في الموني هو شطيتها الحم طبعا دي ما ندير الكفتة فما حبيتش المراح دي ما جني وضيا في بلي راح ندير لهم الكفتة بس قديمة دي ما نديرها في العرضات فهنا ندرت شطيتها الحم بالزيتون هنا حطيت كي ما شفتو الزيت حت تسخن هكا مليح منها تسخن جيدا وبعد حطيت اطراف الدجاج فيه والنار عالية منها نخلوها عالية باش ما يطلقش هدك الحم المنتاعه بزاف ومن بعد نبقى نقلب هدك الحم نبقى نقلب ونحركه حتى ياخد لون ذهبي ومن بعد هنا نزيد بصلة مع ربع سنات انتعته ونخلي هدك البصل حتى يتقلى جيدا مع هدك الحم يتقلب في هدك الزيت انتاع الحم وياخد البنة انتاعه ويدبال جيدا في هذه الاثناء راح ندير الزيتون زيتون الخضر اللي كنت بيته ليلة كاملة في الماء وكنت مرة على مرة مبدلوا الماء هكا بحنتخلص على نتخلص من الملح انتاعه بلا ما يفقد اللون انتاعه وطبعا لما يتقل اكلتين عبادها راح ندير الملح كذلك لانه الاكلات يعني اللي فيها اللحم من كترش فيها التوابل بزافة كتافيت بملح وفلفل اسود ومن بعد نمرق طبعا بالمل يلازم يكون اسخون خصوصا مع اللحم كما عم بالكم كنحطو نمرقو بالمل بارد صرا هدك الشوك يعني اللحم يبقى يابس اهنا مرقت الكمية الكافية اللي باش يطيب الحم وحطيت قرن تاع فلفل حار لما يبدأ يغلى المرق راح نغلق الكوكوت انا هنا لانه هدل الحم يعني شوية هكا شوية باركمة طيب باش فعطيت هالوقت الكاف يعني خليتها 45 دقيقة ولكن في الاخير جيت يعني طيبة زبدة من جهة تانية راح نحضر الكوسكسي اول حاجة حطيت الماء يغلي باش يعني نحطو يفور اهنا ستعملت كوسكسية متوسطة بركة اللي نشريبها من برا بما انو هاد الكوسكسي كما علي بلكم يجي من السوس فادرت له شوية نتعمل حوضرت له قطرات منه الزيت بهاد الطريقة وحبكتو مليح بيدي باش ملسقوش نحبت فيه بعدهم نبدأ الساعة نرطبو هكا بشوية بالماء حطيت مع الول كاس انتعمة نحرك هكا برؤوس الاصابع حتى تحسو باللي نشرف تماما يعني اشرب هدك الماء اللي حطيناه كامل لما تحسو باللي شرب تحبو خلو حتى يشرب بعد نحركو هنبقيت نحرك هكا بركة بيدي حتي الحصيتو باللي اشرب بعد نزيد ندير كاس خلاف انتعمة ونزيد نعاود نفس الطريقة يعني نعاود نحركو بركة بيدي باش ملسقوش الحبات فيه بعدهم هنا نزيد ندلو كاس خلاف انتعمة بهاد الشكل ونبعد نزيد بعد بيدي بركة قعدا نحرك في هكا وكيما قدكم تقدروا تحطوه بركة وتخلوه حتى يشرب زيدو تعودو وتفكوه بيديكم كيما حبيتم بعد نجيب الكسكاس نحطوه في الكسكاس ونحطوه يفور يعني يخد وقتو هكا يفور ملاح للمرة الاولى نضفت القسعة تاعي وحطيت يعني فيها السميد حوالي هكا نص كيلو تاع السميد باش ندير خبز الدار حطيت نص مغرف تامل حمجي هدانيا حطيت نص مغرف انتعمة خميرة مع ربع مغرف انتعمة سكر وحطيت مص كاس انتع زيد باش يجي يمبسس وخلت هكا بيدي وبسس شو مليح مليح دخلت فيه مليح هدك الزيت ومن بعد بديت نلم بالماء الدافي هدا السميد شوية يشربتها بقيت كل مرة نضيف له الماء حتى نلميت العجينة لما نلمها نحطها جسد لميتها فقط حطيتها في كس بلاستيكي وغطيتها بالسربيطة وخليتها ترتاح شوية قبل ما نحطها في العجينة تبتعجها هدا الشي كامل ولبساتها الكوسكسي كان يتقلى بعد لما تقلت المكونات جيدا مرقت طبعا دايما نقلكم بالماء سخون وحطيت الخدر اللي هي درت جريوات درت كرومبي مدبنة ولا ارواع السينارية درت ثلاث حبات ودرت حبة انت بططة ودرت هديك القرعة ولوش نقولونها احنا بوشوكة كذلك تمدبنة ولا ارواع لما يهز المرق الغليا راح نغلق لها كوقات اهنا هيا حطيت كي ما قلتكم بعد مرية حدا كخبز الدار حطيتو اه شوفو حطيتو يتعجن راح خليه يتعجن جيدا حتنحسو بلا تلمت العجينة مليح وما من لون تحي وليه فاتح اكتر باش نبدأ ونضيفولو في الاحليب تدريجيا هنيا لما تفور كوزكسي للمرة الاولى نحيتو حطيتو في القصعة وكنت فككتو جيدا بالمغرف ومبعد نزيد كيف كيف ندلو الماء على زج مرات ونخليه يشرب هداك الماء يعني نفس المرحلة اللي قدرتها في التفويره الاولى ومبعد نعاود نحطوه في الكسكاس ونعاود نحطوه افور للمرة التانية والاخيرة معناها هنالكوزكسين فورو زج مرات كبرك ديرو هادا الخطوات راح يطيب لكم عادي يعني تسقيوا هكا مليح بالماء وخليوه ياخد وقته كي يتفور هنيا يشوفو هاي العجينة كيما قلقتن بعد ما تعجنت مليحه هننا نبدأ ونضيفوه في اللحليب تدريجيا حتى العجينة تطرى وهو مامطن يعجنة حتى تطرى العجينة مليح وتوصل للقوام المطلوب لانه العجينة تاخد زدار لازم ما تكون ترية بزاف هكا بش يجيب خفيف لما تشوفو باللي شرب الحليب للمرة الاولى راح نزيدو نضيفوه هكا بالقطرة حتى يزيد يشربوه هكذا بعد فيريفيو القوام برك ابيديكم لما وصلت القوام المطلوب للمية العجينة وكن درت له كده الكسينوج للمية العجينة وجبت صينية الفرن دهنت بالزيت والفرن نرى هو يسخن على ميتين دراجة وطرحت العجينة بهذا الشكل ومن بعد درت لها هدك التق في الواسط بش ما يتنفخش هكا معناها في الواسط ومن بعد خطيت صفارة انتع بيضة خلطتو معا شوية انتع خل ودهنت كامل السطح انتع الخبز ومن بعد وليت ندير في هاد الرشمة بالاستعانة بالفرشيطة وفي الاخير رشيد شوية انتع صينوج وشوية انتع جلجلين وخليتو هكا جيس طلع ومن بعد دخلتو للفرن اللي قد كم سخنتو على ميتين درجة وخليتو حتى طاب جيدا واخده لون ذهبي من فوق ومن بعد تشوفو نتيجة فوق الطاولة لانو كما قد لكم كان بعض المراحل اختصرتها محببتي يكون الفيديو في تفاصيل مو من لو يكون طويل بزاف على بلكم العرضات فيهم بزاف المراحل اذا هنيا توجو كنت هذي الخدمة الصباح ديما يعني نعطيكم الوقت اللي كنت نخدم فيه هنا بلك ما هيش مان بات تمانية الصباح لانو انا بكرت مع الصبح هنا بالنسبة للسلاطة درت صلاطة اغدفغ فقط ما حبيتش ندير حاجة تقيلة على بلكم المصيدوان تقيلة بالزهب الروز وكل شي وانا يعني ما شاء الله درت عدة اطباق متنوعة فاكتفيت بصلاطة اغدفغ فيها صلاطة خيار طماطمة كاشير فرماج روجة زيتون سيناريا وبنسبة للحميس كي ما قد لكم كنتاني نهار حطيتو في الصحنة بهذا الشكل زينتو فقط هكا بانصاف انتا بعيد وزيتون اسود وكي يعني بديت نحط فلاطة بنو نوجد فيها يعني قرر بوقت الغداء والسلاطة حضرت اسكالوب ماغيني بالعقرامة فخاش وقليت البطاطة هكا باش يبقاوا سخونين اه هنا ها هي شطيت حام بعد ما طابت والمرق انتا هاختير بشكل جيد كنت حطيتها اه هنا في هذا الصحن اسكالوب معنها حمرته وبرك بالملح جيدا في شوية زبدة يعني حتا تخدم اللي حلون ذهبي والسعادة درت عليها الكريمة وهنايا ها هي شبح الصفران بعد ما طابت كما قدرت كمية هكا قليلة فقط لانه اكترت يعني بزيفة الاطباق اه هنايا بنسبة لديت ساغة كما عم بلكم وقت الدلع والمرحوم وهنايا الكوسكسين بعد ما طاب حطيته في اخر اللحظة يعني ثقيته باش يبقى هكا سخون وجاء في البناء ولا اروع وها هي الطاولة وهدو هما الاطباق اللي درت يعني من كل حاجة درت شوية فقط لانه الضيوف يعني ما كناش في بزات فالديت ساغ درت كذلك خوخ وعنب وها هو الكوسكس يعني شوف غير ما عاتل مفي هدو كامل يعني متشهيته غير هو هنا درت يعني الاحدى ضيفاتي لانه لبالي فيها تحب الفري طوملات فدرت لها صحن تاع فري طوملات وهذه الطاولة ان شاء الله تكون عجبتكم اذا لابنات هذا هو الفيديو التالي يوم هنا لما يعني قاعدين ناكلو ان شاء الله يكون عجبكم واختيتوا بعض الافكار وعجبوكم الاطباق مدى بيا انه تخلوا لي اراءكم هذا هو الفيديو التالي يوم نلتقي في فيديو لاحق ضمطن في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته